فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراوح معه ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر وكذلك الكفرات الواجبة بأسباب وأما بالقدر فكثيرا ما قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرة نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نغل في هذا الدين برفق قال عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين متين ولن يشد الدين أحد إلا غلبه فأنت لا تحيط بالدين ولا تأتي على الدين كله ولكن خذ منه ما تستطيع وفي هذا الخير الكثير وخذه بالاعتدال والرفق لأن هذا أبلغ في مواصلة السير والاستمرار على العمل بخلاف الذي يتساهل ثم يريد أن يشد على نفسه هذا لا يصل إلى الغاية أو المتشدد فإن هذا ينقطع دون الغاية وأما المعتدل فهذا يصل إلى الغاية بإذن الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يواظب على الوضوء إلا مؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم والأحاديث بهذا كثيرا والتشدد يفضي إلى أن يشدد الله على المتشدد على نفسه من شدد على نفسه شدد الله عليه إما شرعا وإما قدرا ومثال التشديد في الشرع ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الناس في صلاة التراويح في مسجده صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بقيام رمضان وحث عليه فكان الناس يصلون فرادا وجماعات ثم إنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم تركهم في الليلة الأولى ثم صلوا خلفه في الليلة الثانية وكثروا ثم في الليلة الثالثة حتى امثل المسجد ثم الرابعة صاروا أكثر فتأخر صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إليهم ولما أصبح وصلى بهم الفجر قال إنه لم يخف علي مكانكم البارحة وإنما خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فهو خشية أن يشدد عليهم شرعا وأن تجعل التراويح فريضة فيعجزوا عنها فهو سنها لهم ولكنه تأخر خشية أن تفرض عليهم فالسنة هي الاعتدال السنة التي هي الاستحباب في التراويح هي الاعتدال بين ترك التراويح نهائيا وهذا تساهل وبين أن تفرض وتكون شاقة على الناس وهذا أشد فهذا شرعا وأما قدرا فإن الله يعاقب إن الله جل وعلا يعاقب على المتشددين كما فعل باليهود لما أمرهم بذبح بقرة فجعلوا يتساءلون ما هي ما لونها إن البقرة تشابه علينا لو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة لا كفاهم ذلك فلما تساءلوا وكثروا السؤال شدد الله عليهم حتى قال فذبحوها وما كادوا يفعلون بسبب التشدد فشدد الله عليهم قدرا كما شددوا على أنفسهم نعم حسن الله إليكم حتى قيل إنهم لم يجدوا البقرة التي ينطفق عليها الوصف إلا بملء جلدها ذهبا جراء ما شددوا على أنفسهم